الفوضى والإرهاب من المشاهد الرئيسية التي تطع على شوارع بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ حوالي عشرة أشهر أعمل تصفية ونهب واغتصاب واغتيالات تحدث في وضح النهار وأمام أعين القوات الإفريقية المرابطة هناك وعلى ما يبدو فالقوات الفرنسية التي تتكون من 1600 جندي إضافة إلى حوالي 5000 عسكري إفريقي غير قدرة على وقف أعمال العنف التي تمزق البلاد هذه المجموعات تهاجم تجاراً مسلمين أثناء فرارهم من بانجي باتجاه تشاد عمل العنف أدت إلى نزوح عشرة الآلف من المسلمين نزوح التجار ساهم في ندرة المواد الغذائية في العاصمة لأنهم يتحكمون في تجارة المواشي نعيش وضعاً يشبه الحرب لذلك فكل شيء باهظ الثمن وكل سلاعي محظورة لا يوجد نشاط الشاحنة تأتي من الكامرون كل شيء توقف لا يوجد الشيء لذلك نحن مضطرون للعيش من خلال هذا الوضع وفقاً لإحصاءة الأمم المتحدة تسعة أشخاص من أصل عشرة يتناولون وجبة واحدة في اليوم ومن المؤكد أن تزداد الأوضاع سوءاً بسبب تضاءل عدد المموين الغذائيين في العاصمة بانكي حوالي مليون شخص أي ربع سكان جمهورية إفريقيا الوسطى تركوا منازلهم بسبب الصراع الدائر والذي أدى إلى مقتل ألفين شخص رئيسة البلاد المؤقتة كاترين سامبا بانزا أمام تحديات كبيرة وفي مقدمتها وقف العنف في غضون شهر سأعمل على نشر الأمن في غالبية البلاد وأنا متمسكة بكلامي وفي حدود معينة سوف يكون الجميع مسؤولين عن أفعالهم وأحذر موثيري الشغبي من الذين يستمرون في زرع الفوضى في البلاد ولكن رغم التصميم الذي بدأ خلال خطاب الرئيسة المؤقتة قمت مجموعة تتكون من عشرين جنديا بطعن رجل حتى الموت بعد أن اتهمه جنود بالانتماء إلى تنظيم سيليكا الميليشيا العسكرية التي تضم في صفوفها أغلبية مسلمة موسيقى